اشتركوا في القناة هذه حلقة جديدة من برنامجكم مختارات فقهية وكنا قد عرضنا في الحلقة الماضية البدء بأول القواعد الفقهية الكبرى وهي على رأس القواعد ومن أهمها وهي قاعدة الأمور بمقاصدها ونعني بالأمور بمقاصدها هي قاعدة النية باختصار ومصدر هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى والنية فيها مباحث كثيرة جدا ومسائل عديدة وأمثلة أيضا كثيرة سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها في هذه الحلقة أما بالنسبة لمسائل النية يجب أن نعلم أولا أن النية حينما نتكلم عنها نتكلم عن النية بموضوعيها الموضوع الأول المنوي له ونقصد فيها قضية الإخلاص لله عز وجل في العمل الذي يعمله الإنسان والعبادة التي تعبد فيها الإنسان لربه عز وجل وذكرت في الحلقة الماضية أهمية الإخلاص وهمية شأن الإخلاص لكني أريد أن ننبه على عدة مسائل متعلقة في هذا الباب بإذن الله جل وعلا أما المسألة الأولى فهي المقاصد التي يقصدها اليوم الإنسان الذي يطلب الأمر التعبدي مع الأمر الدنيوي بمعنى أن بعض الناس أحيانا قد يكون عنده مقصد أخروي في هذه العبادة يقصد بها الأجر يقصد فيها الثواب يقصد فيها اليوم دخول الجنة النجاة من النار هذا مقصد أخروي وقد يكون المقصد دنيويا وقد يكون المقصد مشتركا بينهم فنستطيع أن ننخص هذه المسألة في أربع نقاط أو نقول مقاصد الناس في هذا الأمر يدور على أربع نقاط أو القسم الأول وهو الذي ينوي بعمله الصالح ينوي بالعبادة ينوي بالطاعة فقط هو الأجر الأخروي والثواب الأخروي وهذا بلا شك أنه أفضل هؤلاء الأربع لأنه لم يقصد بعمله إلا وجه الله عز وجل لم يقصد مطمع دنيوي ولا مقصد آني وإنما يقصد هو ما عند الله عز وجل من أمر الآخرة وهذا بلا شك أنه مأجور ومثاب عند الله سبحانه وتعالى بحسب هذه النية النية الصالحة ولذلك كل الأحاية التي جاءت في فضل العمل الصالح يصدق أن تطلق على هذا الإنسان وتنطبق على هذا النوع من الذين أرادوا العمل الأخروي الثاني وهو الذي يريد فقط العمل الدنيوي بمعنى أو يريد الأجر الدنيوي أقصد بذلك بعض الناس لا يريد من العمل الصالح إلا النفع الدنيوي فقط ولذلك هذا قد يدخل فيه المرائي قد يدخل فيه طالب الشهرة طالب اليوم المناصب وقد يكون الإنسان الذي يريد أن يستكثر من الأموال هذا هو الذي يدخل في هذا النوع وهذا بلا شك أنه مأزور لأنه شرك أو جعل الدين مطية إلى تحقيق دنيا وجعل العبادة غاية أو وسيلة ليصل بها إلى مبتغاه من المقاصد والمنافع الدنيوية فقط وهذا لا شك أنه آثم ودل على أنه آثم أن الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهذه الآية فيها وعيد شديد في حق هؤلاء الذين أرادوا بعملهم الدنيا فقط أقصد عملهم الصالح وإلا الأعمال الدنيوية الأخرى لا يضرنا حتى لو كان ينوي بها الدنيا للحديث بقية بإذن الله بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم إخواني وأخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في مقاصد الناس عند إرادة العمل الصالح وذكرت لكم النوع الأول وهو الذي يريد بعمله الصالح الآخرة والنوع الثاني وهو الذي يريد بعمله الصالح الدنيا الدنيا فقط مجردة وهذا بلا شك أنه هذا الإنسان مأزور غير مأجور لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذه الأعمال الصالحة أراد منا أن تكون النية خالصة لله لا يدخلها المقاصد الدنيوية ولا غير ذلك إذن هذه النصوص دلت على الوعيد الشديد في حق هذا الإنسان الذي أراد بعمله الدنيا ومما أيضا يدخل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وهذا تعس وعيد عليه وتهديد النبي صلى الله عليه وسلم ويلنا أن هذا الإنسان يستحق هذا الدعاء عليه وسمه عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد الخميلة هي نوع من نوع الثياب أن هؤلاء أصلا إنما كان مقصدهم هي تحقيق المقاصد الدنيوية فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الوعيد الشديد في حق هؤلاء القسم الثالث وهو الذي يريد بعمله الدنيا والآخرة معا يريد بعمله الدنيا والآخرة معا لكن نية نية الآخرة أبلغ وأعظم وأعلى وأرفع من نية الدنيا هل هذا الإنسان مأجور نقول نعم هو مأجور ولذلك نجد أن كثير من العبادات رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أعمال أو أجور دنيوية وأخروية وهذا لا يضر الإنسان من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومنهات للداء عن الجسد هذا مقصد دنيوي فهذا الذي قام الليل نوى الآخرة مقربة إلى ربكم منهات عن الإثم ونوى كذلك أيضا للدنيا مطردة للداء عن الجسد ومثل هذا لا يعيب ذلك الإنسان أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من يسأله أحيانا أن يعطيه من المال كان يقول وخرج معنا لعلك أن تصيب من الغنائم ومعلوم أن الغنائم هي مقاصد دنيوية لكن هؤلاء لم يخرجوا فقط لأجل المقاصد دنيوية وإنما قصدوا إعلاء كلمة الله الجهاد في سبيل الله عز وجل ثم جاءت الغنائم ومن تبعا لذلك هذا لا إشكال فيه القسم الرابع والأخير وهو الذي نوى الدنيا والآخرة لكن نية الدنيا أغلب نية الدنيا أغلب وهذا يدخل في كثير من الأمثلة بمعنى لو كان إنسان مثلا متبوء وظيفة دينية إمام مسجد خطيب مؤذن محفظ قرآن الكريم هذا الإنسان نوى الأجر الدنيوي حصول الراتب ونوى كذلك أيضا الأجر الأخروي وهو الأجر والثواب المترتب على هذا العمل الصالح هذا لا إشكال فيه لكن هذا الإنسان لو قيل له نوقف عنك هذه المكافآت وهذه الرواتب وهذه الأموال لا ربما قال أنا أتوقف أيضا عن تحفيظ القرآن أتوقف عن الأذان أتوقف عن الإمامة من هنا نعرف أن هذا الإنسان نية الآخرة عنده أدنى من نية الدنيا نية الدنيا أغلب والدليل أنه توقف عن العمل الصالح هذا كله لأنه لم يعطى شيئا منه من الدنيا فتوقف عن العمل الصالح فهذا أيضا آثم لكنه ليس بإثم ذاك الذي نوى الدنيا فقط اللي هو القسم الثاني الذي ذكرنا إذن باختصار هؤلاء أربعة أقسام وهو ما يتعلق في قضية اليوم مقاصد الناس بالنسبة لعمل الدنيوي مع العمل الأخروي فواجبنا جميعا أن نعرف خطورة هذا الأمر ونتنبه إلى هذه الأقسام والفروق ومعرفة حكم كل واحدة لنكون منها على بصيرة ألقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته